السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن تكونوا بخير مفاجأة من الجامعة الملكية للجمهور قبل مباراة المغرب والبرتغال تفاديا لأزمة التذاكر التي عانت منها الجماهير المغربية قبيل مباراة المنتخبين المغربي ونظيره الإسباني بادرت الجامعة الملكية المغربية لاتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل مهمة الجماهير المغربية في حضور المباراة القوية بين أسود الأطلس والمنتخب البرتغالي وتحدثت مصادر عن اقتناء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لعشرون ألف تذكرة كما عملت على تخفيض سعر تذكرة الطيران إلى خمس آلاف درهم ذهابا وإيابا وسوف ينطلق الصفر من مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة ويوم السبت سوف تكون هناك عشر رحلات في اتجاه قطر وسبع رحلات إيابا من قطر إلى المغرب يوم الجمعة ابتداء من يوم الجمعة والسبت إن شاء الله اللي بغا يمشي للقطر مرحبا خمس آلاف درهم ألي روتوري يعني تمشي وتجيب خمس آلاف درهم زائد عشرين ألف تذكيرة بالنسبة للمتفرجين لما لقوش التذكير يعني كتعاونهم الجامعة الملكية غدا توفر لهم كل شيء كل هذا من أجل مساندة الفريق الوطني إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر